رضا شهر زين على شريفة مرحبا بكم أنتم مالكة تسمعونا في عماد فلا غاديو قلت لكم بأن جورج قرداحي تعيين سفير لانتخبول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقلت لكم بأن لا أريد أن أريد تصريح خاص وحصري ووعد الحر دين عليه مرتاحة ومنع استبلين تلتسلنا بجورج قرداحي وصولناه كيف تختار وعلى ما هو بالضبط شهر زين يجب لكم الخبار قبل الخبار ونعندهم الخبار نسمعوه ما قال حصري لشهر السلام عليكم أنا جورج قرداحي يسعد مساكن وألف أهلا ومرحبا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامجكم من سيربح المليون الفعل كماشني الغادار بدي حيي إداعة شدة أف أم وكل العاملين فيها بدي فعلا أكد الخبر أنه تم تعييني من يومين سفير للانتر بول في حملة مكافحة الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنا السفير الأول لهذه المنظمة في المنطقة إيدي العربية وفي عدد محدود من السفراء موزعين في معظم أنحاء العالم معروفين يعني من المشاهير بقى انضميت إلهم بهذه الحملة وهذا الشرف لإيدي وإن شاء الله نقدر نكون عند المستوى المطلوب وعند حسن ظن هذه المنظمة اللي وضع الثقة فيي وفعلا هم اتصلوا فيني أنا ما كنت عارف بس ظاهر أنه عملوا استقصاء وعملوا استطلاع للرأي وشافوا من الشخصية الأنسب في العالم العربي وشمال إفريقيا وأخطروني إبقى أنا بدي أجلهم أيضا تحية شكر بدي أشكر أيضا كل أحباء المغاربين اللي يعرفوا بالخبر واتصلوا فيني عبر التويتر وعبر الفيسبوك وهنوني أشكروا من كل قلبي وقولوا أنهم تحبوني ودهب جاوبنا على الانتر بول وأجلوا نهضروا في الموضوع اللي دارني فراسي كتعقلوا بأن واحد الأيام كونشي كي يهاجم قرداحي وكيتهموا بالإساءة المغرب وقال في البرنامج ديالو بأن المغرب بلادي السحور وشاهد لهدراء قالها أعلاش قالها أولاد أولاد غالط أنا إنساني كان حمق على القيصة والتجمعات والدواصة وما كرتاح حتى نجيب لكم دوصي مقد نسمع جوج قرداحي أشنو قال حصرية الشدافة وأنا كنت شوي زعلان لأنه في ناس تحاملوا علي بالمغرب وقالوا أنه أنا ببرنامجي المسامح كريم مرة قلت أنه المغرب هو بلد السحر والشعوز أنتو بالمغرب عكل حال شائعة الأمور كثير في المغرب أكتر من غير دول موجود عندكم هذا الأمر من السحر يعني فيه سحر بالمغرب؟ السحر في العالم كامل في برنامجي مرأ معي يمكن زوجين أحدهما يعني الزوج كان يؤمن بالسحر وكان يؤمن بالشعوة دي وقال أنه زوجته كانت عمله عمل وفعلا كانت حلقة مثيرة لأنه الرجل لما نشاف زوجته هرب من السيديو وقال معها شياطين وجن ومش عارف بها يمكن أنا قلت له أنت من الناس اللي بتآمن بهالإشياء وممكن هالإشياء غير صحيحة بس أسيء الفهم أنا أستنكر هذا الكلام اللي قيل عن لي ثاني وبقول له أحبائي حتى اللي انفقدوني بقول لهم أحبكم والمغرب حبيبي بلد بلد الظهر وبلد النقاء بلد الجمال بلد المحبة بلد الاستقرار إن شاء الله الله يديه من الاستقرار على المغرب يبقى بعيد عن هادي اللي عم بعيش العالم العربي لأنه فعلاً المغرب وشعبه لا يستحق إلا كل الخير أرجوكم لا تفدوا هالكلام اللي نقال لأنه هذا كلام غير صحيح شكراً جزيلاً لكم تحياتي لجميع مستمعي إداعة شذا أف أم تحياتي لكل أهل المغرب حبايب أنا جورج قرداحي شكراً هذا كان تصريح خاص وحصري مجورج قرداحي لكم كنتو مالك تسمعونا على شدايفهم كما ديما كان قولكم إلا خبار قبل الخبار من عندهم الخبار خليكم معنا